اشتركوا في القناة تهديدة العابرة للحدود أصبحت تهديدة معولمة لكن هناك نسبة احتمالية تختلف بين بلد وآخر إذا شفنا الحالة المغربية نقول له مهدد ولكن إذن نسبة التهديد هي التي نناقش فيها لأن هناك خطر داهم لتنظيمات الجهدية لا أعتقد أن هناك خطر داهم ولكن بالمقابل أيضا لا يجب تهوين أو القول بأنه لا يوجد أي تهديد نهائي كيفاش ممكن نفهمه هذه المسألة ديال حجم أو درجة التهديد الإرهابي في المغرب كان ثلاثة ديال العناصر الأساسية العنصر الأول مرتبط بالموقع الجيوستراتيجي أو الجغرافي للمغرب هو موجود في منطقة طبعا اللي فيها مشاكل يعني مزمنة منذ عقود الجارة الجزائرية كانت تأيش حرب أهلية كان فيها إرهاب منطقة الشرق الأوسط فيها توترات مستمرة بالتالي هذه كلها عناصر تؤثر بشكل أو بآخر على المغرب إما بشوية قليلا أو كثيرا على حسب السياق هذا المعطى الأول المعطى الثاني هو ما يمكنه تسميته استراتيجية تنظيمات الجهادية فيما يخص المغرب المغرب منذ عقود لم ينجح لم تنجح تنظيمات الجهادية في بناء شبكة أو تنظيم قوي قادر على تنفيذ العمليات في داخل البلد يعني أغلب الخلايا أو المجموعات التي تم تفكيكها في 12 أو 15 سنة من 2001 يعني تقريبا 20 سنة هي خلايا صغيرة أو متوسطة للحجم وتكون في الغالي في البداية الأولى ديالها وبتالي ما كيكونش تهديد ديالها يعني داهم طبعا كين أحداث اللي وقعت للأسف مثل تفجير الضر البيضاء في 2007 و2011 ومؤخرا قتل السائحتين ولكن هما أحداث إذا بغينا نقوله طبعا هي مؤسفة ومؤلمة وقتل نفس يعني دون حق هو أمر مؤسف ولكن إذا بغينا نوضعها في الصورة الأوسع هي حالة معزولة وما استطعتش أنها تزعزع لاستقرار داخل المملكة لأنه الأسس ديال اللي مبنية عليها يعني لابت نقول المملكة ممكنش تزعزع بسهولة بهذا المسألة كالاعتبار الثالث وهو لما تنتبهوش له بساف ديال الباحثين هو النفادية ديال 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 الخطاب الجهادي المغرب ما زال المشامع المغربي مشي بحل عدد من المشامعات الشرق الأوسط التي تنخرها الطائفية وهذه الصراعات ذات طبيعة الطائفية اللي تتخلي مثل هذا التحول نحو الخطاب العنيف أو التنظيمة الجهادية بحل ذبها في العراق بعد 2003 مثلا خير ونموذج طبعا الخطاب الجهادي له حضور لا ينبغي أن إنكار هذه المسألة ولكن بالنسبة لحالة المغربية هو يدخل إذا بغير تقول الخطاب الجهادي يدخل في خطاب جهاد دعم والمساندة بمعنى أنه المغرب هو خزان لتنظيمة الجهادية العابرة للحدود هناك ولهذا التعطير ديالهم تيكون بهدف تسفيرهم نحو الخارج الالتحاق بالجماعات المتطرفة هناك وليس بالضرورة تنفيذ عملية هنا صحيح أنه كان بجموعة للأشخاص التي يفكروا أنهم يديروا عمليات لكن أعتقد أن الأجهزة الأمنية تستطعت أنها تطور مجموعة من الميكانيزمات وطرق للإشتغال بهذه المسألة المغرب قبل 2003 لم تكن لديه استراتيجية لتعامل مع الظاهرة الإرهابية لم تكن له استراتيجية متكاملة وفيها عدة عناصر تفجيرة الضر البيضاء أحدث تترجى سواء داخل التولى أو المجتمع لأن المغرب كان يعتقد أنه في منقى عن تهديد الإرهابي الذي وقع هو أنه بعد 2003 قدر قانون الإرهاب ثم بعدها قدرها مجموعة من الخطط والستراتيجيات للتعامل مع هذه المسألة يمكن تلخيصها في أربعة مرتكزات أساسية المرتكز الأساسي أو الجواري هي المقاربة الأمنية والقانونية هي لب هذه المقاربة وهذا ممكن نقشو فيه البعض سيقدر يجدل ولكن هو الجوهر ديالها هو المقاربة الأمنية الاستباقية من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية إنفاذ القانون فيما يخص المسألة سنوات الأولى بعد 2003 للأسف عرفات بعض الممارسات التي لم تكن تتماشى مع المقاربة الحقوقية لكن بعد 2007 2008 تم التعلم من تجربة وتم انتهاج مقاربة أكثر مهنية وحرفية في تعامل مع تهديدات الإرهابية من خلال احترام حقوق الإنسان بشكل أكبر مقارنة مع السابق إذن الاعتبار الأول أو المرتكز الأول الأمني هو يمكن الأجهزة الأمنية متفكيك عدد كبير من الخلايا أعتقد وصل إلى حوالي 200 خلية حسب الإحساءات الرسمية بمعدل خلية كل شهر وده في الحقيقة يسائل نجاح يسائل مرة أخرى هذه المقاربة نفسها يعني مفروض أنه تدير واحد المقاربة مفروض أنها تحل لك المشكل على المدى المتوسط والبعيد هذا مسألة ممكن نناقش المرتكز الثاني هو إصلاح المجال الديني الذي يدار فيه خطاب ملكي ثم يدار فيه مشروع كبير مهيكل للمجال الديني الهدف دينه الأساسي هو ضبط هذا الديني ضبط المساجد الأئمة وغيرها وهذا أيضا كانت عنده نتائج عكسية ممكن المرتكز الثالث كان هو المقاربة التنموية السوسيو اقتصادية من خلال مشاريع المبادرة الوطنية التنمية البشرية التي أرادت استهداف المناطق المهمشة التي يعتقد أنها كانت بؤراء أو فضاء التي تعيش فيها الخطاب الجهادي والدلل هو أنه منفذي تفجير السطاش مي كلهم ينتمون إلى أحياء مهمشة وأيضا الأشخاص الذين ينتمون أو يلتحقون بتنظيمة الجهادية في عمومهم الأغلبية الساحقة تنتمي إلى الفئات الشبابية المهمشة الرابع المرتكز الرابع هو لا يوجد ضمن النصوص الرسمية الخطاب الرسمي ولكنه جزء منها هو إدماج الإسلام المعتدل كجزء من استراتيجية مكافحة التطرف من خلال الإدماج المتدرج للطيارة الإسلامية في العملية السياسية والانتخابية والمجتمع المدني إلى آخر كأنتي دوت كطريقة لمواجهة الخطاب العنيف وهذا أيضا كان عنده نتائج دياله كان علينا الانتدار 13 سنة لإطلاق برنامج مصالحة يعني من 2003 حتى 2016 عد انطلق إذن هناك أول ملاحظة تشجيل تأخر كبير في التعاطي مع هذه المسألات ما يسمى بالمراجعات و نزع التطرف هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية وأن برنامج مصالحة طبعا هو برنامج طموح يسعى إلى أو هو يسعى بالأساس إلى إدماج المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب من خلال هذه الدكتولاتية المعروفة ديال المصالحة مع الدات مع المجتمع ومع الدولة ومع النص الديني طبعا فيه البرنامج عدد من التفاصيل يعني اللي تدخلوا فيها الآن دخلنا في الفصل الخامس من هذا البرنامج من حيث المبدأ هذا المشروع كما قلت هو مهم هو أساسي لكنه فيه جوج للأعطاب الأساسية العطاب الأول في نظري هو أنه ينتهي بخروج المعتقلين من السجن إذن ليس هناك برنامج مصالحة ما بعد السجن وهنا طبعا ما يمكنش اللومو المندوبية السامية من دوبية إدارة السجون لأنه طبعا هي تتشتغل مع المعتقلين داخل السجن إذن تفكير في مرحلة ما بعد السجن ما الذي يحصل ماشي فقط مع المشاركين في برنامج مصالحة ولكن مع جميع الأشخاص الذين اعتقلوا على خلفية قانون الإرهاب خاصنا عرفوا بأنه في الأسابيع والأشهر والسنوات القليلة القادمة سيخرج حوالي ألف معتقل على خلفية قانون الإرهاب لتشدوا من في الموجة الداعش من 2011 الآن أن أغلب أغلبهم سيقضي جربته في السجن ما الذي سيحصل بعد خروجه طبعا هذه الأجهزة الأمنية تقول لك هنا وظيفتنا هو الضبط وإدارة السجن الوظيفة تنتهي العطب الثاني هو دور المجتمع المغرب هو موقع لاتفاقية إسطنبول أو مذكرة إسطنبول في المنتدى العالمي المكافحة الإرهاب الذي يرأسه هو هولندا وفي هذه المذكرة تتقول من الأمور الأساسية لسياسات مكافحة التطرف وإدماج المجتمع المدني للأسف المغرب مازال بعيدا على هذا المنال كانت تخوفات من الطرفين من جهة الدولة افتجاه المجتمع المدني لأن هذا الموضوع حساس طبعا من ناحية الأمنية ولكن المجتمع المدني خيف خيف أولا من الوسم من جهة وأيضا أنه الموضوع فيه مخاطر كبيرة وصعب أنه يشتغل فيه من دون أنه يكون واحد تعاون أو دعم للسلطات العمومية في هذا المجال ولهذا ما يمكن شهد المشروع ديال المصالحة ينجح إلا بجوج ديال العناصر الأساسية هو برنامج مصالحة ما بعد السجن تم إدماج حقيقي المجتمع المدني بكل مسؤولية ما تنقول المجتمع المدني عريد يدخل باش يقول بأنه يشتغل ولكن كان المشكلة ديال الأطفال والنساء كان المشكلة العائلات المعتقلين كالمشكلة ديال البيئة يعني إعادة الإدماج ديال هذا المعتقلين اللي عبروا على رغباف يعني الخروج من التطرف ولكن المجتمع ما قداش يقبلهم إذن ما كينش بنيات داخل المجتمع اللي تساعد على نزع فتيل التوتر وإدماج هاد الناس في المجتمع باش يكونوا مواطنين صالحين يعني العقاب طبعا راح داو في السجن ولكن من المصلحة العامة ديال البلاد أنه توفر بيئة ديال ديال إدماج هؤلاء الأشخاص كلهم طبعا هذا ما يمكنش الدار بمعزل على إعادة صياغة ديال أسلوب العقاب في المغرب واش السجن هو مؤسسة للعقاب ولا مؤسسة لتأهيل المواطن باش يكون تعطيه فرصة تانية باش يندمج في المجتمع إلا جاوبنا على هذا السؤال أعتقد هذين قدرون نجاوبه على مسألة مصالحة